اهلا وسهلا انا الدكتور سام انا استشاري امراض بطنة واخصائي امراض لغضاد الصماء والسكر وبنكمل مجموعة محاضراتنا اللي بدأناها قبل شهر رمضان Health A to Z صحتك الف لليا مازلنا في حرف A والنهاردة هنتكلم على Amnesia او memory loss فقدان الزاقرة ومش الترابط اللي انتو فاكرينه يعني مش بالضرورة مرض الالزهايمر او مرض الشيخوغة طبعا هيكون داخل من وسط الاعراض او من وسط الاسباب زي ما بيقوله ولكن احنا هنتكلم عليه بصفة عامة اولا انشان نفهم فكرة ان عندك فقدان زاكرة وهل هو حاجة مرضية او حاجة طبيعية لازم نفهم ان كل الناس بيجي لها فقدان زاكرة كل الناس مفيش حد عنده زاكرة مية بالمية على طول حتى الناس بلوقع عندي فوتوغرافيك ماموري وما بتنساش حقيق لا بتنسى وحياتك انت بتنسى دي عايدية ان انت تنسى مش 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 شيء مرضي ممكن الواحد ينسى حط فين مفتاح هو اسم شخص قابلته مرة ولا اتنين كل دي درجات من فقدان الزاكرة اسمها مادست ماموري لاص ودي مالهاش علاقة بالثينكينج سكيلز او بقوة العقل بتاعك او مالهاش علاقة بشيء مرضي وطبعا مع مع كبر السن او مع مرور السنين فهي متقبلينها في الطب وبين الناس العادية انها او شيء طبيعي مع كبر السن ان انت بتفقد جزء من الزاكرة في الحاجات اللي كنت مركز فيها اثناء ما كنت شاب او كنت في سن اصغر ولكن احنا بنفرق ما بين normal memory loss او فقدان الزاكرة طبيعي الى ما يسمى medical condition memory loss او significant memory loss يعكس على your daily life يعكسك في حياتك يعني فقدان الزاكرة هنا يبدأ يأذيك يعني ممكن تنسى اسماء مهمة جدا كنت مفروض انك تعرف الشخص ده او تنسى تاخد دواء او تنسى حاطت حكتك المهمة فين او كان عندك معاد مهم وتهمنك مرة على التانية الكلام ده ممكن طبعا يؤثر على حياتك ولازم ساعتها نفهم هل هو فقدان الزاكرة لأسباب مرضية ولا داخل من ديمانشيا واعراض الشيخوخة او الطبيعي مع ناس كتير كلمة ديمانشيا او شيخوخة هي كلمة طبية عاملة شوية زي umbrella عاملة شوية زي الشمسية المطرة ودي بتستخدم في الطب لحاجات كتير جدا مش بس الزاكرة بتستخدم في فقدان حاجات كتير مع مرور السن وكبار العمر من ضمنها الزاكرة من ضمنها كمان المود متلاقي كبير العمر ده خلقه ديق بيزعل بسرعة ممكن يلغبط في الجمل والكلام ممكن تلاقي اللغة بتاعته نفسها اتقلبت اتغيرت ممكن thinking skills بتاعته بيبدأ يعود اكتر الى طفل اسلوب تفكيره بيبعد من الراشنال اللي احنا متعودينه اللي هو social interaction relationship skills وكده الى unrational ودي ليها بعض العلامات ومعظم اللي بيكتشفوا العلامات دي بتكون اقربون في العيلة الناس مقربين للشخص بيقولك الشخص لو هنسمي الشخص اكس يجي اسرته للطبيب الجي بي ويقولوا له والله اكس بدأ الفترة الاخيرة دي بيسأل السؤال متكرر نفس السؤال بينسى جمل في وسط الكلام يفوزت الكلام كده اصلا انا كنت وينسى ويقف الكلام منه او يلغبط جمل بدل ما يقولك انا هحط الكباية عالطاولة هحط الكباية عالسرير في لغبطة في الكلام بيطول جدا في حاجات بسيطة كان قريدي متعود انه يعملها بسهولة يحط الحاجات الطبيعية في اماكن غير طبيعية تفتح درج المطبخ تلاقي جوه مفاتيح تخش الحمام تلاقي اكل جوه الحمام كتير ولكن في اسباب تانية في امراض تانية زي الفاسكولار ديمانشيا الفرانتو تيمبورال ديمانشيا فيه اللوي بادي ديمانشيا يعني اسبابه كتير وساعات بيكون ميكس تايب يعني مش سبب واحد يسبب الموضوع ده طيب ده اذا كان حالة مرضية وخلاص احنا عارفين ان ده السبب اللي سبب التغييرات دي ودي بصراحة بتبقى اغلبيتها في الناس كبار العمر طيب في اسباب تانية يعني انت ممكن تفقد الزاكرة لاسباب تانية اه وهنا بندور على اسباب ممكن تكون الريفرسابل ميموري لاص يعني الالزهايمر او الميموري لاص او فقدان الزاكرة في الكبار الناس اللي بيعالجوا او بيتعانوا من الالزهايمر ودمانشيا ده للاسف ملوش علاج لحد النهاردة احنا بنحاول نقوم الاعراض بالفيتامينات ولا علاجات الطبيعية والى اخره ولكن في الاصل الفقدان الزاكرة في مريض الالزهايمر ملوش علاج ده برو جراسيف يعني بيتول يتول يتول للأسف بلا نهاية ممكن البنيان في الاخر يبقى كومبليتلي لاص مش عارف هو فين ولا اسمه ايه الاسباب اللي بنسميها بقى الريفرسابل ميموري لاص او اسباب فقدان زاكرة تحت السيطرة او لها السبب ممكن نغيره اولهم الادوية في بعض الادوية معروفة انها بتعمل او لخبطة اه معظم الادوية دي بتبقى ادوية قوية جدا بالذات ادوية علاجات السرطان وعلاجات الامراض المناعة اللي هم اسموهم اميوني سوبرسيف دراجز او فيري هاي انتي كانسر ميدسينز الادوية دي بتبقى قوية جدا 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 وزي ما بتأثر على خلايا المرض زي كمان بتأثر على المريض نفسه فبيخش المريض في ميموري لاص من ضمن اعراض تانية كتير وهنا بتبقى اسهل شوية عالطبيب انه يكشفها لانه المريض اصلا عنده اعراض تانية جمدة جدا فلما بياخد دوة زي ده بتبقى مش صعبة على المريض انه يقول للاهل معلش حسنا هو الدوة اللي بياخده بينيل الدنيا يعني بتبقى يعني شوية ابسط في تشخيصها السبب التاني هاد تراوما خبط على الراس خبط على الراس دي عشان نفهمها اللي منكم عمره شاف ماتش بوكس بوكسين مايك تايسون والشلة دي دول كتير جدا 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 بيجيلهم من كتر الخبط على الراس لان المخ مش معمول انه يتخبط الصورة اللي بنشوفها في الملكمة والخبط ده على فكرة ده مش طبيعي مش ده النورمال لأي بني آدم انه يقعد ياخد خبطات في راسه مهما كان متضرب المخ ما بيحبش كده فده من الاسباب الخطيرة جدا اللي ممكن تسبب لك وساعات فعلا تعمل ثم السبب التالت هو الاكتئاب الحالات الاكتئاب او الحالات النفسية اللي بتؤدي الى فقدان الزاكرة واشهرهم طبعا السترس والانجزايتي والاكتئاب الحقيقي اللي هو الدبريشن ودول بيعملوا نسيان كنفيوجين وساعات صعوبة في التركيز المرض مأثر على الكوجنيتف فونكشن بتاع البني آدم لانه هو اساسا في حالة نفسية طعبانة فمش عارف يركز وحتى هتلاقي الحواليه بيقولوله كده مش مركز ليه يا ابني مالك سرحان في ايه مين وكل عقلك الكلام اللي كلنا حافظينه ثم السبب اللي ما بعد كده هو مش مشهور اوه في العالم العربي وما ذكرش اوه في المستشفيات هنا في مصر وهو الخمور استخدام الخمور او هنا ممكن نبدل الخمور باستخدام الدراجز المخدرات مش هنخش في تفاصيلها دي لان دي يعني قردي معروف الدرر بتاعها وموجودة اما الخمور يمكن مش بكتر اوه هنا ما بعد كده بقى اللي منس مش عارفها وهو الفيتامين بي 12 ديفيشنسي ميموري لاص طيب ايه ده بقى يا فندم فيتامين بي كلنا حافظينه 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 يعني خلاص تكلمنا عليه في كل حاجة وفايداته والاعصاب الحاجة المخصصة جدا للفيتامين بي 12 او اسمه الكيميائي البايرو دوكسين سوري السانوكو بالامين هو انه بيأثر جدا على الزاكرة معروف ان مجموعة الفيتامين بي كومبلكسس بيأثروا على الاعصاب والشبكة الكهربائية وبيمنعوا الالتهابات فيها دي كلنا عارفينها ومرضى السكر حافظين الموضوع ده عشان كده بياخدوا عطول مكملات فيتامين بي 12 البي 12 بقى كمان فيه مصيبة تانية النقص منه بيعمل ميموري لاص فقدان ذاكرة صحيح ان قبل ما توصل للمرحلة دي بيكون عملك انيميا حاجة اسمها غير انيمية الحديد ولكن من ضمن الاعراض ميموري لاص ويجي المريض يبقى صغير بالعمر مش كبير خالص ولا تشك في مرض شيخوخة ولا في اي حاجة فيه وتفاجئ انه بيعاني من فيتامين بي 12 ميموري لاص فدي من الحاجات اللي كتير جدا من الدكاترة بتفوتهم لانه بتبقى صعب الشك فيها ودامك شخص شكله طبيعي ولكن عنده فقدان ذاكرة السبب اللي بعد كده خمول الغدة الهايبوثيروديزم اللي هو تخصصي انا كتير جدا من مرضى الغدة بالاخص اللي هم بيعانوا من خمول الغدة الدراكية وده اغلبية المرضى بيعانوا من فقدان ذاكرة ليه الغدة الدراكية الهرمون اللي بتفرزه الثايرويد هرمون ده مهم جدا للفونكشن الطبيعي للمخ يعني عشان مخك يشتغل نورمل او يشتغل بترية طبعية الهرمون ده لازم يكون متواجد من ضمن اعراض فقدانه فقدان الذاكرة بيحصل للمريض خمول وفقدان ذاكرة بيجي تتكلم انت معاك دكتور تستغرب طب انت كنت فين مبارح مش عارف مخي واقف ويقولها بالزبط كده بيحس انه مخه واقف كلمة طبعا مش طبية لكن احنا في الطب فاهمينها ودرسينها لان الهرمون الغدة الدراكية مسؤول عن متابوليك بروسيس كتير في الجسم ومن ضمن المهمة ليه هو نقل الاشارات الكهربائية في شبكة الكهربع هرمون قوي جدا فبالتالي خموله او النقص منه بيعمل مشاكل كبيرة جدا طبعا الاعراض العادية اللي موظمنا حفظينها مع خمول الغدة الدراكية معاها برضو امسك في المعدة وزيادة الوزن ونشفان في الجلد واكتئب الاعصاب دي كلها برضو موجودة وعشان كده بيبقى برضو تشخيصه شوية سهل يعني ما بيجيلي حد عنده خمول غدة انا كدكتور غدد عارف تقريبا مريض الغدة شكله عامل ازاي يعني طبعا اوكي في استثنائيات وممكن يجيلي فعلا ما عنديش اي خلفية ولكن كطبيب غدد بعرف اميز تقريبا اه ده مريض غدة فالاعراض دي مرتبطة بخمول الغدة الدراكية واخيرا النوم عدم النوم الناس اللي ما بتنامش كفاية قلة النوم دي او الناس اللي ما بتنامش كويس وانتريتد ما بيعالجوش مشاكل النوم بيفقدو الزاكرة اه وهنا السبب اظن واضح هنا بيبقى مجرد ارهاق جسماني ونفساني الناس اللي ما بتنامش كويس والمشكلة هنا بتبقى اكتر عند السيدات فادان النوم از او وومن اشو اكتر من الرجالة فيه طبعا رجالة كتير بيعانوا من قرق وقلق وعدم النوم منتظم بس بالامانة هو مرض او مشكلة اكتر بنشوفها في السيدات التفكير الزيادة قبل النوم القلق السهولة الصحيان بدون اي لازمة عدم النوم المنتظم كل ده مع مرور الوقت اللو ما تزبطش بيسبب مشاكل في النوم وبيعمل فقدان زاكرة طب اعمل ايه لو شاكك ان عندي فقدان زاكرة او اروح لمين هنا بقى السؤال طب انا بقيت مريض وحواليا الناس بتشتكي مني وبتقول لي ما لك يا ابني انت بتنسى كل عجلية ساعاتها انا اعملي اول حاجة لو حسيت او بصراحة معظم اللي بيحسوا بيبول حواليك في العيلة او قارب الاقربون يعني تاخد بعدك وتروح لدكتور بطنة او ممارس عام اللي اتنين في نفس الكاتيجوري هنا وتعمل فحص صحة health checkup الا اذا كنت قريدي عارف ان عندك مرض مزمن او حاجة بتتعالج بيها ممكن تكون محتاجة تعديل علاجي ولكن في الاصل لو الموضوع جايلك مجرد كده من مفاجئة انا عندي فقدان زاكرة ومش عارف اروح بيه فين ده بيتكشف عليها عند دكتور البطنة او دكتور الممارس العام اللي يبدأ يعملك حاجة اسمها فحص memory memory exam داخل من ضمن فحص الصحة اسئلة اضافية داخلة مخصوصة للاسئلة اللي بتعالج او بتشخص فقدان الزاكرة وقت بقى اسئلة من من صورة طب انت حاسس انك فقدان الزاكرة ده بقى له معك ايه بتاخد ادواجك لا ازاي هل تفتكر فيه مواقف معينة مهمة تاهت منك هل فيه مواقف انت تاهت منك نهائيا بتحس نفسك زعلان عندك اكتئاب يعني اسئلة كتيرة جدا لها علاقة بالموت بتاعك بتخش في فحص الصحة لشك فقدان الزاكرة طب علاجه طبعا علاجه حسب السبب يعني علاج فقدان الزاكرة او حسب السبب لو كان السبب حاجة زي فقدان نوم او sleep apnea فعلاج النوم مهم جدا جدا وبندي علاجات عشان نحسن النوم لان معاه بيتعدل حاجات كتير جدا لو كان مشاكل غدة طبعا دكتور الغدة بيزبط لك الغدة لو كان مشاكل فيتامين بي او مكملات وهنا وهكذا وإلى آخره المشكلة في موظم الناس اللي عندهم فقدان الزاكرة هو انك مش بتبقى حاسس ان عندك فقدان الزاكرة يعني هي بتبقى زي ما قلت اشهر شخص بيجي مش المريد القريب للمريد يعني بتلاقي حد مجرجر مريد فيه في ايده اخته اخه زوج زوجه ويشاول عليه وقا دكتور والنابية الحقنة فاوزايا ولا فاتحي ذكرته بازت ودي بتبقى ساعات فيها نوع من الاحراج للمريد بالاخص لو كان صغير في العمر فبتبقى ساعات صعبة عليه انه انه يقعد مع الطبيب ويبدأ فحص زي ده لانه حقول للدكتور ايه مالك ماليش طب تعبان لا يا عم مش تعبان فبتبقى فيها نوع من الاحراج فانا دايما اقول ونفس الكلام ده قلته في امراض كتير جدا ومعظم الامراض بطبق فيه القاعدة دي اهم حاجة في اي حاجة الطبيب لان انت لما تلاقي نفسك مرتاح مع الدكتور ومتطمن له وبتصك فيه تقدر تفتح له قلبك ويبدأ يسألك الاسئلة الشخصية والحاجات المحرجة اللي ممكن تؤدي للتشخيص ده فانا عارف انه تشخيص ممكن صعب الحصول عليه لانه صعب ان حد توصل معا انه يروح للدكتور ويقول الكلمة دي يعني انا من ساعة ما جيت مصر عمر ما فيه مريض دخل وقال لي انا باشتكي من فقدان ذاكرة دي عمره ما حصلت اه اسمع خمول تعب مش عارف اركز انا مش عارف انام ماشي انما كلمة فقدان ذاكرة ليها ترابط نفسي قوي وناس كتير بتتحرج من الكلمة دي فمجرد نصيحة يعني عامة يعني لأي حد ولو حتى شاكك في الفكرة دي ان مهم هو انه بيعندك ثقة في الطبيب بتاعك وانك مرتاح له هو ده اللي بيحل او بيفتح الباب ده ويخلي الكشف في الموضوع ده اسهل انا مش اطول عن كده اكتر عشان ما زهقكمش واسيب مجال الاسئلة وشكرا اول استماعكم اشتركوا في القناة